من الآداب والأخلاق الإسلامية الصدق ضد الصدق الكذب المسلم لا يكذب المسلم يستق أولا مع الله يستق مع الله في أقواله يستق مع الله في أفعاله يستق مع الله في اعتقاده المنافق يكذب للصلاة والسلامة المنافق يكذب للأخص السبب والأخصار يستق مع الله يستق مع الله يستق مع الأنس يستق بين الأخصار النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يُعرف عليه الصلاة والسلام بالصادق الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة يعني نهاية طريقة الصدق إلى الجنة قبل أن يحرس على الصدق إنه لا يقول إلا صدق هذا يؤدي به إلى الجنة ويكون عند الله صدق مرتبة عالية بعد مرتبة الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم هذا يجب نفسه لأنه يجب أن يحرس على الصدق ويكون لعبت على الصدق إلى الجنة والرسولة ربا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بَالْمِينَ كَنَا إِقْنَا قُبُّ